بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله رمضان ينقضي رمضان يذهب ورمضان مجمع العبادات يقترب من نهايته ونحن في آخر المضمار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ما بقي تجتمع العبادات في رمضان كان جبريل يدارس القرآن في رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة وأجود ما يكون في رمضان فيجمع القرآن والإحسان والصلاة والذكر والاعتكاف وأمهات العبادات تجتمع في رمضان توحيدا لله أولا وإخلاص العمل له واحتساب الأجر عنده والإقبال عليه والصلاة في فروضها ونوافلها وتراويحها وتهجدها وكذلك يخرج كثيرون الزكاة وصدقات فهذا شهر الجود والعمر في رمضان تعد الحجة فهذا من الحج موجود فهل رأيتم شهرا يجمع عبادات كما يجمعها رمضان؟ قراءة القرآن وتعليمه وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وهكذا قيام الليل والدعاء ولذلك علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى العتقى لأن لله عتقاء في كل يوم من رمضان ولكل عبد منهم دعوة مستجابة راه الإمام أحمد إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة وجاء في الحديث أيضا ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم وهكذا يدعو الصائم عند فطره في قنوته وفي سحره وكان عليه الصلاة والسلام يجود ومن الجود تفطير الصائمين ومن فطر صائما كان له مثل أجري من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء كان حمد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة في رمضان خمسين إنساناً فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوباً ثوباً وأما الاعتكاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف لعشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده لم يخلوا رمضان حتى من الجهاد في سبيل الله فقد كانت غزوة بدر فيه وفتح مكة فيه وحفر الخندق فيه وعلى تاريخ المسلمين فتح الأندلس وعمورية وعين جالوت كلها كانت في رمضان الآن يقصف الباطنية في العراق والشام المسلمين ويقصف اليهود في فلسطين المسلمين يدمرون مساجدنا ويسفكون دماءنا ويخرجوننا من ديارنا ويظاهرون على إخراجنا ويمر رمضان وليت شعري كيف يمر على إخواننا في العراق والشام كيف يمر وهم في أنواع العذابات وكذلك على إخواننا في اليمن وهؤلاء أعداء الله المشركون الكفر واليهود الذين يقصفونهم في رمضان لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة ولكن المبشر صمود هذه الأمة المبشر بقاء هذه الأمة على دينها المبشر مزيد من العودة إلى الله المبشر استيقاض الأمة المبشر أنها لا زالت تسأل وتعمل ولا زالت تصمد وفيها عروق تنبض فلله درها أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره ولا يزال ثباتهم ولا يزال أخذهم بدينهم ولا يزال استمساكهم بهدي نبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال سعيهم لنصرة الدين وعون إخوانهم المسلمين قائما هذا مما نستبشر به في رمضان أن الأمة ما ماتت أن الأمة لم يقضى عليها أن الأمة بالرغم من كل الجراحات التي ألمت بها والمصائب التي حلت بها لكنها لا زالت تقاوم لا زالت على الجادة في الجملة وتحتاج إلى الكثير والكثير من الدعوة والتعليم والتربية والثبات والتصبير الأمة اليوم تواجه تحديات مصيرية ولكنها تثبت أنها لا تؤكل ولا تنهار ولا تنتهي والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أن الله أعطاه وعدا بأن لا يهلك أمته بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبح بيضتهم ولا يزال في هذا الدين لا يزال الله يغرس فيه غرسا يستعمل فيه بطاعة إلى يوم القيامة لا يزال الله ينصب في هذه الأمة أعلاما ومجددين يجددون من درس ووعفا وذهبا وغابا فيعيدونه ويحضرونه ويقيمونه ويبينونه لا زال في الأمة دعاة وعلماء وطلبة علم وقادة وقدوات ودعاة ومربون وأخيار وأبرار وزهاد وعباد لا يزال في الأمة رجالا ونساء ولله الحمد من ينافح عن دين الله ويصد عنه الغارات وينفي عنه تأويل المبطلين وانتحال الجاهلين وعبث العابثين لا يزال في هذه الأمة من يرد عنها الكيد يكشف البدعة ويزيل الشركة ويحقق التوحيد وينشر السنة ويحارب الجهل وينشر العلم هذا أيها الإخوة يبين بيانا تاما بأن هذه الأمة فيها خير كثير وبأن هذه الأمة فيها قيام لله بالحجة والسحور تسحر فإن في السحور بركة سنة في رمضان الأمة تأخذ بها تعجيل الفطر سنة في رمضان الأمة تأخذ بها صلاة التراويح سنة في رمضان ها هي تصلى في طول العالم الإسلامي وعرضه شعائر للدين تقام وأذان يرفع واجتماع في المساجد وإن قصفوا المساجد فلا يزال لله عباد وإن قتلوا الصائمين فلا يزال هناك من يمسك عن الطعام والشراب والشهوة تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى ها نحن نرى هذه الجموع تأتي إلى الله في بيوته تأتي إلى الله في حرمه وبيته وكعبته ها هي الجموع تأتي إلى الله ملبية النداءات تقيم أمر الله وتجتمع في هذا الشهر مع العبادات اجتماعاً عظيماً وفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على طاعته دائماً وأن ينصر هذه الأمة على أعدائها نسأله أن ينزل بهؤلاء الباطنية الكفرة واليهود نسأله أن ينزل بهم بطشه وعذابه وأن يفرق شملهم ويشتت جمعهم ويجعل دائرة السوء عليهم نسأله أن يخزيهم اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم أرن فيهم آية واجعلهم لمن خلفهم عبرة اللهم إن هؤلاء عبادك قد صاموا لك وقاموا بين يديك يدعونك يتلون كتابك وينفقون في سبيلك ويثبتون على دينك اللهم فانصرهم أعطهم ولا تحرمهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وآثرهم